العلكة أحد أهم التأثيرات في أعمال الموشن وللأسف كثير من صناع مقاطع الموشن ما يعرف كيف يصنع هذا التأثير ويلي لازم نعرفه أن للعلكة عدة أشكال في مقاطع الموشن بالعموم مثلا أنها تلزق بشعر أحد أو أنها تعلق على طاولة أو أنها تلزق في بوت وفي كثير أمثلة غيرها ولهذا قررت اليوم أشرح لكم تطبيق من الثلاث تطبيقات الماضية ونختار التطبيق عبر عجلة الحظ السحرية نعطيها بدء ومثل ما شفنا العجلة وقفت عند لازق العلكة في البوت ولحتى نطبقها نحن محتاجين بوت وعلقة لتطلع معنا هذه النتيجة وبدون كلام كثير سأراكم بعد الانترو بداية التطبيق سنفتح برنامج Adobe Illustrator سنقسم الليارات على هذا الشكل طبقة للحزاء وطبقة للعلكة سنفجح لبرنامج Adobe After Effects سنضغط على New Composition ستطلع لنا هذه النافذة سنسمي المشروع ونختار الأبعاد 1920x1080 والفريم رأيت 30 فريم ونمدي 10 ثانية والخلفية باللون الفضل الغامق سنضغط OK تمام سنرجع بهذا الشكل أو نعطيه من Home Fit سنتوجه لقائمة Project إذا مرزه معكم من Windows ستختاره من Home Project ونأدرج ملف الإلستريتور سنختار الأدلات Composition و Layers Size سنضغط على OK سنسحب الملف لهذا المكان ونفوت لداخله ونربط الحزاء بالعلكة ونفتح Scale بالعلكة بالضغط على حرف S ونخلل Scale 50 سنفكي الارتباط تمام سنخفي الحزاء ونأخذ أداد Bobet Tool ونحدد طبقة العلكة ونضع نقطة على كل رأس من هذه الرؤوس سنضغط على Selection Tool سنضغط قائمة وضغط باليمين وأعمل Null Object سنرفع Null Object لفوق سنضغط علي باليمين ومن Rename سنسميها واحد تمام سنضغط على Null Object عند أول نقطة أنا رسمتها سنضغط على Null Object في المنتصف سنضغط على Ctrl-Alt-1 من الكيبورد ونضغط عليها عند النقطة التي أنا رسمتها سنضغط على Null Object بالضغط على Ctrl-D واسحبه عند النقطة الثانية Ctrl-D واسحب Ctrl-D واسحب Ctrl-D واسحب وهذا قد سنضغط على Null Object في النقطة التي تحتها سنستخدم Expression أرفقت لكم بملحقات الدرس التي سنضغطوها في الفيديو سننسخه كامل Ctrl-C سنضغط حرف اليو بعد ما أحدد طبقات العلكة سنضغط عليها النقطة التي ترسمتها سنختار النقطة الأولى سنضغط Alt من الكيبورد سنضغط ثلاث ساعة قدام بكلمة position سنضغط أطلع لفوق بين قوسين سنلاقي هنا Null Layer Name أو اسم Null Object اللي بدأنا نربطها بهذا اللير سنختار واحد اللي هو اسم Null Object الموجود فوق النقطة وعند النقطة الثانية كمان سنضغط Alt وضع وغير اسم Null Object إلى 2 ونفس الشي على باقي النقطة تمام بهذا الشكل هلقد زجينا حددنا أن ال Object كلها وتحكمنا فيها سنلاقي أن العلكة مربوطة فيها بس نحن بدنا العلكة تكون سابتة بالأرض وهدول يشطوا لفوق تمام سنضغط layer العلكة ونضغط سنضغط سنضغط نقاط بهذا الشكل سنضغط 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 كلنا ال Object وبدأ أسحب ونلاقي أنه طبقة معايا العلكة هاللقت سأجيب الحزاء كان مخفي طبعا سنضغط سنضغط و Rotation بالضغط على حرف B وحرف R سنضغط ونقدمهن لعند الثانية أو الثانية ونص ونضغط في البداية بهذا المكان نضغط بهذا الشكل نحدد الكيف فريمات ونعملهم بالضغط على F9 ومن رح أزبطهم بهذا الشكل تمام هاللقت رح قصة اللي يرى عند نهاية الكيف فريمات بالضغط على ورح حدد كل وربطهم بطبقة الحزاء الثانية تمام رح فعل و شير الكيف فريمات السابقة وحطة جديدة رح قدم عند الثانية رقم اثنين تقريبا أو قبل وخلي بهذا المكان وراتيشن بهذا الشكل رح أرجع قدم وانسخ أول كيفريمات رح حدد كل وعملهم كيفريمات هاللقت رح انسخ اخر كيفريمين بعدين رح قدم شوي وبديها في البداية هون وبعد بشوي هون وبدأ حركه في المشهد رح حرك البوزيشن بالاول وبعدين زبط الروتيشن هاللقت رجعه لمكانه تمام عند كل كيفريم بوزيشن رح حط روتايشن بهذا الشكل ورح خليه بالاخير صفر وهلقت عنا خطوة تصدير الفيديو خلاص معنا الفيديو عمد الثاني رقم ستة رحضت كونترول كيمينا الكيبورد ونهون رح خليه ستة ثواني فقط رح ضغط كونترول ام اختار المكان والاسم طبعا وضغط رندر ولهون بيكون تها فيديو اليوم يا أصدقاء بتمنى تكونوا استفدتوا وتعلنتوا شي جديد ولا تنسوا دعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجراس ليصلكم كل شي جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة